أشخاص النار اليوم راح نروح على عقرة ليش؟ راح نروح على عقرة لأننا راح نروح لشوف عابد نارية وهم البحثين لنا نوروز يقولون انه أحسن مكان تحتدفل بالنوروز هو عقرة اشتركوا في القناة 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 مرحبا مرحبا افعلها 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 طبعا طبعا طوتي وقعت هنا وظنق الوضع خلق كلها يعني تمطر بناوروس اوكي مطر قد بناومين بعلب يومين ملاش اللي بناوروس اه اوكي اوكي اوه اسكون كيوان اما هي اه استخدام Pro reaction مذاا يا جم珠 اضفت ا Studio ابدو أصوال اني كلمن اواكي او اصدق او اوع كمه؟ 100 100 1000 100 x 17 17 ورقة يالله يالله أضرق ضيق هاي يمكن من أجمل أشياء يمكن نشوكوها بالعراق مواه واو ماهي خاشر زاد شروحنا عن أشنو هاي النار يطلعون هناك؟ يصعد يصعدون الجبل ويصعدون تلا بعد يصعدون تلا وبعد يصعدون تلا يقودون النار هناك هواي أعلام هنا كما عنه و GOTY ضرب واحد انصاب بسبب الطلقات هذا هو الشيء واحد انصاب هو هذا الشيء اللي ما نريد هذا الشيء اللي ما نريده exactly الناس دون مجانين يعني الفرحه تتبدل بمأساد هذا الشيء ما نريده الفرحه تتبدل بحزن ومأساد يشوفوا هذا الجبل هو يبدي من هناك فالناس يطلعون من هنا ويطلعون هاي كلها يطلعون لي فوق ويشعلون النار فالجبل يسل كلها نار مو صح؟ ما هو تعليقك على هذا الضرب؟ إنه غفاء لماذا يفعلون ذلك؟ هناك العام النارية بدلة من الطلقات أتعرف أن السنوياً الكثير من الأشخاص يقالون إلى المستشفى ويصابون بسبب هذه الطلقات أخبياء لكن ماذا نبعد؟ علينا البقاء في البيت لتجنب هذه المخاطر لأن لماذا انتخاش البيت؟ لأن لا معرف أنها ستكون هكذا المفروض أن أكون دليلكم السياحي أرجوكم انتصلوا بالإسعاف إلى اللقاء إلى اللقاء 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 أنا أدراكم من كل شيء أهم شخص النار والصور على موجود اليوتيوب ماله مثل ما رأينا هذا يتلطق الصورةفاين موبايل تكنولوجي تكنولوجي ما عشوفكم الصورة بصفحة شوية عشوفكم الصورة هنا بالضبط يالله يالله الله أكبر كيف تشيري دقوله صح انا ما علي من هاي السالفة بس انه ضرب العاب النارية كلش حلوه العاب النارية تجوي اشياء مخبرة صيحة والشغلة غاني بس ما تريش تضرب مندقية او رشاشة او ايش تريش تضرب بها يعني ليش ليش سوف تفقد شعرك هكذا يا صديقي هيا سوف تفقد شعرك اوه 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 أعفوك لا تنبارسك لا تنبارسك ما تنبارسك موانا كتابا انت تنبارس نجد ان انت أخير ساعدت هيا لا تنبارس لا تنبارس هيا تنبارس تبدأ من هزهور العملكات تفهمة أحمد تحين تأخن حظقنا ب manga إنظررها عندما تفهم ذات رسومات فهايط بنت عجبتني انها تنبيتهم وشفت هذا كلها هي مسوتة على الحائط وبعد هذا همين يمسوي هذولا كلهم الرسومات فأتمنى تسورها تفلو على الانستغرام وشوفونا شغلها لانو صرقت كلهم مميزة بس مع الاسف ما عنده متابعين كثير فأتمنى انو تتابعوها موسيقى وهذا ايضا كان من عمل فيان المبدعة ويمكن انتو تروا الانستغرام برعاية كوكولا شكرا انتبعتم هذا الفلوك كان يوم كلش حيو صح ما قدرت انو اطلعيكم الجمال ماله كله بالفلوك بس رغم هذا بعض من اصدقائنا تمرض وكانت حالتهم كلش موزينة فبالاخير ما صورنا كثير اي مهم؟ والشخص الوحيي الكتب الخيرو هو اومر عباس اللي هذا هو تعليقه شكرا اومر لانتابع الفلوكاتي اتمنى دائما تعجبك وما انسى من فتشي الفلوك اللي قبل هذا اللي يريد يبعثي حلما فيقدر يبعثي على شكل فيديو رح يكون كلش حلو او يبعثي على شكل رسالة وان شاء الله اقولو فبعض من الاشخاص دازوي الفيديو اللي هو هذا نعم السلام عليكم حلمي كان دائما اني أساعد الناس ويشوفهم فرقاني ولهذا في الوقت يكون ما بكتور او محاني لان ما بكتوري فرحتي لان اشوف فرحتي اللي احدهم من حوالي فرقاني شكرا علي على هذا الفيديو اتمنى ان حلمي تتحقق و تخلي كتير ناس وشعدون حياتهم وهم هذا الفيديو hey yo, what's up so my dream is that one day I become an awesome actor and an amazing filmmaker and the thing is I believe that one day I will become the most amazing actor and the most amazing film maker ever the most important thing is you just have to pray for it and believe in yourself وشكرا على راستي اتمنى انه تكون في جون مصرق ومثلين انت كل الصراحة تعرفك منك وبعض من احلام اللي دزولي هي على شكل رسال راح اخراكم اياها هذا من الشخص اريد اصير لعب تنس محترف ومشهور وكل الناس تحشع عني ان شاء الله اصير لعب تنس محترف اتمرني كثير في حياتك لاشي تمشنه عندك فلوس وعندك حظ اللي هواني ما عندي اياه اذا حبيتوا بعد ترسلوا لي احلامكم فرسلوها على هذا الايميل وكلما راح يصير حلم راح خلي فقرة بالاخرى انهم يكون الحلم ولا تسون تكتبون هاشتاق الخير وجوا ولا تسون سون سبسكرايب و لايك و كوميند ويلا نشوفكم بالفلوج الجايد بيس شكرا شكرا شكرا